موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة وعنوان هذه الحلقة هو أسس نجاح العلاقة الزوجية تحدثنا في الأسبوع الماضي عن العلاقة الزوجية والواعز الديني فيها وأخذنا الحديث عن بداية اختيار الزوجة الصالحة بالنسبة للشاب كيف يختار الزوجة الصالحة وبالنسبة للفتاة كيف تختار الزوج الصالح اليوم نتحدث سوية عن أسس نجاح هذه العلاقة الزوجية ومعي ومعكم سماحة الشيخ الدكتور عبدالله اليوسف الباحث والمؤلف الاجتماعي أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات الكرام الله سلمكم شيخنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأسس الصحيحة في اختيار الزوجة الصالحة والأسس الصحيحة في اختيار الزوج الصالح وبدايات تكوين الأسرة انتقلنا اليوم إلى أسس نجاح هذه العلاقة ما بعد إتمام عملية الزواج ما هي الأسس المتبعة من كل الطرفين من كل الفريقين نسميهم في إنجاح هذه العملية وهذه اللبنة اللي من خلالها يتأسس المجتمع تفضل يعني هناك كثير من الأسس والقواعد التي تساهم في نجاح الحياة الزوجية معرفة هذه الأسس والعمل وفقها يساعد على نجاح الحياة الزوجية عدم معرفة هذه الأمور أو عدم العمل بها يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية أمور كثيرة هناك قواعد كثيرة لنجاح الحياة الزوجية من أهمها الأمر الأول الاحترام المتبادل أن يكون هناك احترام متبادل بين الزوجين أن يحترم الزوج زوجته وأن تحترم الزوجته زوجها هذا الاحترام المتبادل يساهم في نجاح الحياة الزوجية وفي الثقة بين الزوجين لأنه في بعض الأحيان ومن خلال ما يصلنا من مشاكل في الحياة الزوجية إنه عادة كثير من الفتيات يشتكين من قلة احترام الأزواج لهن وهناك أيضا حيانا بعض الأزواج يشتكين من عدم احترام الزوجات لهم هذه الحالة عدم الاحترام يؤدي إلى مشاكل أسرية مشاكل زوجية وربما تتضخم المسألة ويوصل إلى مرحلة الانفصاد فمن أهم القواعد في نجاح الحياة الزوجية هو مسألة الاحترام المتبادل جيد هاي النقطة النقطة الثانية التقارب الفكري والثقافي بين الزوجين نعم إذا كان هناك فيه تقارب في المستوى الفكري والثقافي بين الزوجين فيه تقارب في الرؤية الثقافية بين الزوجين فيه قواسم مشتركة في الرؤية الثقافية والفكرية للحياة والقضايا والمسائل والحياة الزوجية فهذا أيضا يساعد على الحياة الزوجية جيد هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة التعبير عن المشاعر التعبير عن المشاعر المحبة والمودة بين الزوجين هذا يساعد كثيرا يضع النجاة العياة الزوجية ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا شوف تعبير هذه الكلمة كلمة أحبك أن الزوج يقول لزوجته أحبك هذه كلمة تفعل فعل السحر في الزوجة يعني يترك أثر يترك انسجام يترك مودة بين الزوجين أما إذا كان هناك بخل في التعبير عن المشاعر أو جفاء أحيانا الزوج يبخل على زوجته بكلمات أو يعتبرها انتقاس من شخصيته خصوصا في العالم الشرقي في المجتمعات العربية هناك في ضعف في هذا الجانب تعبير عن المشاعر الرجل العربي يعتبر أنه مكان خاص والمرأة أدنى منه مستوى لذلك لا يعبر عن مشاعره بصورة صحيحة وكذلك يظن الرجل يحتاج إلى مشاعر من زوجته إن المرأة تتحدث إليه بمشاعرها الإيجابية تجاهه أن تتحدث بكلمات جميلة بكلمات لائقة كلمات فيها مودة فيها تعبير عن المشاعر فيها تعبير عن المحبة هذا أمر جدا لأن الزوج يأتي من العمل تعبان منهاك القوى فإذا لم يكن هناك تعبير عن هذه المشاعر وهناك حالة من الجفافة أبسط مشكلة زوجية تتحول إلى قضية كبيرة بينما إذا كان في محبة بين الزوجين في تعبير عن المشاعر في تعبير بكلمات الثناء والمودة والمحبة بين الزوجين المشاكل الكبيرة تتحول إلى صغيرة والمشاكل الصغيرة تضمحل وتذوب في ضمن أجواء المحبة والمودة الحقيقية بين الزوجين ولذلك تعبير عن المشاعر مهم جدا أنا أقول لكل زوج عبر عن مشاعرك تجاه زوجتك تجاه زوجتك تجاه زوجتك وأيضا أقول للزوجة عبري عن مشاعرك تجاه زوجك لأن هذا التعبير يساهم في نجاح الحياة الزوجية أحسنتم سمعت الشيخ لكن اليوم في ظل التكنولوجيا المعاصرة والتقدم التكنولوجيا الهائل ووجود الكثير من هذه التكنولوجيا في متناول العيدي اليوم طريقة التعبير اختلفت يعني اليوم الزوجة بما تشاهده من مسلسلات نعم على شاشات التلفاز تريد زوجها بالديكور الفلاني لأنه الفنان الفلاني بهذه الطريقة ده يعمل عشيقته بالمسلسلة الفلانية الزوج يريد زوجته في الديكور الفلاني لأنه يعشق الفنانة الفلانية فيحاول يقرب الصورة وإذا كل الطرفين طبعا تحدث يتحملون هذه المشكلة وإذا ما وجدوا هذا في الكنف الأسرة راح ينطلقون إلى الخارج من خلال الشبكات التواصل الاجتماعي للبحث عن هذا وسد النقص الحاصل بهذا المعترك اليوم كيف تستطيع المرأة الحفاظ على زوجها من الأيدي وكيف يستطيع الرجل الحفاظ على جوهرته في بيته من أيدي العابثين أيضا قبل أن نشير لهذا أقول أن ما يشاهد في الأفلام هي أمور مصطنعة يعني الفنان أو الفنانة يبدل وجهد كبير في المكياج والدائكور والترتيبات وتأثير الصورة والإخراج وما شابه ذلك يعني لا يمكن أن نقارن ما يكون في الأفلام أن يكون في أرض الواقع هذا أولا الأمر الثاني أنا أقول أن الزوجة حتى تحافظ على زوجها في هذا العصر عصر المقريات والإثارة والتهييج الغرائز والشهوات لأننا الآن في زمن من خلال القنوات الفضائية والإنترنت ومواقع التواصل فيه يعني توجيه سيل جارف لإثارة الغرائز الشهواني عند الإنسان صحيح الزوجة حتى تحافظ على زوجها لا بد أن تتجدد دائما يعني تتخلص من الرتابة دائما تحاول تظهر بمظهر كأنها عروس جديدة كأنها عروس لأول يوم أحسنت عروس لأول يوم أن تطور من نفسها أن تجدد لزوجها في تسريح الشعار كل الطرفين مسؤولين عن تحديث حياتهم لكن الزوجة أكثر عادة تهتم بموضوع الجانب الشكلي والجمالي وما شابه ذلك نعم فعدم وجود رتابة في البيت يعني الزوجة مثلا حتى الزوج هو غائف في العمل ما يأتي لي تكون فيه ترتيب جديد فيه تغيير فيه وضع مثلا الزهور والأشجار مكان آخر ديكور منزل مختلف ديكور الزوجة مختلف حتى دائما الزوج يكون مشتاق لزوجته لأن مع الزمن يصبح في جفاف بين الزوجين إذن الرتابة هي جزء من محلال اللحفة الزوجية الرتابة وعدم التجديد وعدم يعني محاولة الحفاظ على ما يجدب كل طرف للطرف الآخر جيد كذلك نقول للزوج أيضا أنت اهتم بشكلك اهتم بنظافتك الداخلية والخارجية لأن أحيانا الزوج يطلب من زوجتي أن تهتم بالنظافة وبالشكل وبالزينة وبالتزين وبالجمال والتجمل وما شابه ذلك ولا يرى نفسه أنه مطالب أيضا بنفس الشيء فيأتي إليها مثلا بملابس العمل أو يأتي إليها من دون أن مثلا يظهر يهتم بموضوع التزين والتجمل بينما نحن عندنا كثير من الموايات والأحاديث الشريفة التي تحث على التجمل والتزين أن الله جميل يحب الجمال وأيضا عندنا حديث أن الله يكره البؤس والتباوس أن الإنسان لا يكون في حالة بائسة في حالة رثة في حالة عدم يعني الاهتمام بالشكل وإن كان الشكل يعني ليس هو الأساس لكنه له أثر له أثر خصوصا في الحياة الزوجية نعم سماحت الشيخ عذرا سماحت الشيخ أكوفت قضية جوهرية بالموضوع اللي هي أنه هذا الزوج والزوجة في كنف هذه الأسرة في بيت واحد مدائما يكون لهم القدرة والاستطاعة أن يجددوا من أنفسهم يعني كأن يكون الرجل ملتهي بدوام بالتزامات يخرج من الصباح إلى المساء في سبيل إعالة العائلة وما يتمكن من الاهتمام في نفسه بالديكور المطلوب والزوجة طبعا عدها أصدقاء أقصد الأصدقاء الصديقات وعدها أقارب وعدها من يقرأ في ذهنها في مواضيع أخرى وفي ظل التطور الحاصل ممكن أن تجد غايتها في مكان آخر بزمان آخر خارج إطار الأسرة ماذا يرى الشارع الديني وماذا ترى المؤسسة الدينية في ذلك وماذا توجه الزوج هل الزوج مسؤول عن تخصيص وقت للأسرة أم هو غير مسؤول عن ذلك عسد لا شك أنه مسؤول هل يتحمل مسؤولية أنه انحراف الزوجة مسألة شنو مسألة انحراف الزوجة في هذا الغيهب ممكن إذا كان مهمي للمثلين أو أنه لا يشبع غريزتها لا يشبع حاجاتها العاطفية الحميمية إذا كان الزوج مقصل في هذا الجانب لا شك قد يسبب انحراف عند الزوجة وإن كان هذا ليس مبررا لها لكنه هذا أحد توصيف المشكلة مشكلة الانحراف أيضا هناك بعض الأزواج للأسف يسهر مع أصدقائه خارج البيت لمدة طويلة يأتي تعبان ثم ينام ولا يخصص وقتا لأسرته لزوجته لأولاده هذا أيضا من المشاكل الملحوظة الآن خصوصا في هذا الزمن نجد أن الشباب يهتمون بالسهر مع أصدقائهم ومسامرتهم والجلوس معهم ساعات طويلة جدا وعدم الاهتمام بالأسرة هذا نوع من الإهمال يسبب أكيد مشاكل جيد الأمر الآخر اللي تفضلت فيه أنه مو كل إنسان عنده استطاعة وقدرة أنا أقول الحياة الزوجية يمكن أن نطفي عليها لمسات جميلة وجذابة بأشياء بسيطة جدا نعم يعني ليس المطلوب أن الإنسان يتكلف فوق طاقته أو أنه يعني كل يوم يسوي تسريحة جديدة أو شكل جديد أو ما شابه ذلك إنما فيه أمور بسيطة حتى بالكلمات حتى بالألفاظ حتى ببعض التغييرات البسيطة نعم التي تعطي لمسات جذابة ولا تكلف إلا الشيء البسيط سمحت الشيخ في قضية تعدد الزوجات هذه مشكلة ربما تثير النساء أكثر مما تثير الرجال الرجل يقول لك أنا من حقي الشرعي طبعا من حقي الشرعي إنه تكون عندي أكثر من زوجة ما هي الحدود والضوابط لذلك يعني هل يعني آهل قعدت الصبح أنا عندي زوجة ووسرة وقعدت الصبح ومشتهات عجبني إنه أخذ وحدة ثانية فرحة اتزوجت نعم عجبني إنه أخذ وحدة ثالثة فرحة اتزوجت وكذا أكو ضوابط تضبط هاي الحالة يعني هل أكو حدود إلها لو هي غاية الرجل وأصبحت المرأة في خضم ضرة نعم في البيت تشاركها وتشاطرها في كل شيء فهي تأخذ غايتها في أماكن أخرى هو في الإسلام معروف أنه معلوم أكيد لدى كل المشاهدين أنه الإسلام يجيز للرجل أن يتزوج أربع نساء هذا من حق الرجل شرعا من حق الشرعي من حق الشرعي لكن مع أن يكون عنده قدرة قدرة المالية عن نفقة قدرة على العدل في النفقة وفي توفير الحاجيات لمختلف الزوجات هذا الأمر الأول الأمر الثاني نعم إنه الآن أصبحت هناك عندنا بعض المفاهيم الناتجة من المسلسلات الغربية أو المتأثرة بالثقافة الغربية التي تصور أن الرجل إذا تزوج على امرأته الأولى قد يكون هذا عدم وفا لها أو أنه خيانة لها أو أنه ارتكب جرم وخطيئة كبيرة هذه كلها من المفاهيم الثقافة غربية ليست من ثقافة الإسلام لذلك نحن نلاحظ الرسول صلى الله عليه وآله تزوج أكثر من امرأة الأم عليهم السلام هذا نوصل تزوج العديد من النساء لكن اللي أريد أقوله من المرأة الذي تعترض على التعدد هي المرأة المتزوجة لكن المرأة غير المتزوجة هي أيضا من حقها أن تفكر في الزواج هذا نوصل لأذرا سمحتي شيخ حدود القدرة هل القدرة عندما نتحدث عن القدرة قدرة الرجل واستطاعته يتبادر إلى الذهن أنها القدرة المالية أنها تكون عندها كفاءة مالية هل القدرة المقصود فيها الكفاءة المالية أم القدرة في أضفاء العاطفة القدرة في تربية الأبناء أنه سيكون عندها أكثر من منزل أنه يقصر وهذا وردت وموجودة في مجتمعاتنا أنه الرجل إذا اززوج واحدة ثانية وفتح بيت ثاني سيقصر في البيت الأول في تربية حتى أبناء حدود القدرة هناك فرق بين سوء التطبيق أي حكم شرعي أو أي قانون لأنه هناك قوانين يساعد تطبيقها قوانين وضعية أيضا يساعد تطبيقها هذا أمر آخر القانون في الإسلام أنه يجوز الإنسان يزوج أكثر من أمرأة إذا قام بالمستلزمات المطلوبة منه إذن هي القدرة المالية القدرة في إعطاء الحق الزوجية فرق الحقوق الزوجية هذا الواجب عليه حتى العدل القلبي ليس مطلوب من الرجل لأنه أيضا شيء مستحيل يعني إذا تزوج الرجل أمرأتان تزوج الرجل أمرأتين شيء طبيعي أني بحب واحدة أكثر من الثانية هذا ليس مطلوب منه أن يتساوى في المحبة لأنه هذا أمر قلبي خارج سيطرة الإنسان أساسا فتعدد أساسا قائم على القدرة في قدرته على أداء الحقوق جيد هذا الجانب الشرعي في جانب آخر جانب أخلاقي الجانب أخلاقي يعني أنه في أمور أخلاقية وإنما تكون إلى مرحلة الوجوب الشرعي جانب أخلاقي أنه يحاول قدر الأمكان أن يعطيهم نفس العاطفة نفس الحنان نفس المميزات نفس الأشياء المستحبة عليه في أشياء ميواجبة لكنها مستحبة نعم زين طرقت إلى قضية أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لديه أكثر من زوجة والأم عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا أكثر من زوجة كثير من النساء يتحدثون عن موضوع أنه كثرة زيجات النبي أنه ما كان يجمع في آن واحد زوجتين والأم أيضا ما كانوا يجمعون في آن واحد زوجتين ماذا تقول في هذا غير صحيح إنما الرسول صلى الله عليه وآله لم يتزوج عليه حتى ماتت ثم تزوج عنده نساء في أخت واحد وكذلك الإمام علي عليه السلام لم يتزوج على فاطمة لمكانتها وشرفها وفضلها عليها أثناء حياتها أما بعدما ماتها تزوج الإمام علي عليه السلام أكثر من امرأة في وقت واحد وباقي الأئمة أيضا تزوجوا أكثر من امرأة فأساس لا يوجد المشكلة في التعدد أنا أتصور المشكلة في الثقافة التي سادت في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي هي أساسا لا تنسجم معا هويتنا الثقافية الأمر الآخر لو أخذنا بنظام الإحصائيات في الأرقام والإحصائيات أن عدد الإناث في العالم أكثر من عدد الرجال في الغالب وأكثر المجتمعات عدد النساء أكثر من الرجال فلو أخذنا بقاعدة أن كل رجل يتزوج امرأة واحدة فقط هذا معناه أنه سيبقى كثير من النساء كثرة عنوسة وكثرة أرامل وكثرة مطلقات لا أشاهده الآن الآن هناك كثرة في العنوسة في بعض المجتمعات أكثر من مليون عامل وربما تسبب انحراف المجتمع لا شك تسبب انحراف من حق المرأة أن تتزوج ومن حق المرأة أن تطالب بحقوقها نعم إذا تزوج الرجل أمرأة أخرى من حقها أن تطالب بحقوقها الحفاظ على حقوقها لكن ليس من حقها أن تمنع زوجها أن يتزوج عليها أحسن لكن هناك مسألة شرعية في وقت نعم تفضل أن أكثر الفقهاء أجازوا للمرأة في أثناء عقد الزواج أن تشترط لأن حتى النساء أيضا لا يزعلوا يعني سنعلمهم أنه يجب أن يشترطوا تستطيع أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها وهذا يجوز يكون واجب التنفيذ يجب هذا شرط إذا خالف نأخذ بعد الفاصل إذا خالف الشروط بعد الفاصل نأخذها سمعت الشيخ مشاهدين الكرام نذهب سوية لفاصل ومن ثم نعود وإياكم لإكمال ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع انتظرونا بعد الفاصل عدنا وإياكم مشاهدين الكرام مرة أخرى وموضوع حلقة هذا الأسبوع أسس النجاح للعلاقات الزوجية وعدنا معك مرة أخرى سماحت الشيخ الدكتور عبدالله اليوسف وكنا نتحدث قبل الفاصل عن الشروط يعني ممكن أنه الزوجة تملي شروط في عقد الزواج لكن هذه الشروط هل هي تكون شرعا واجبة التطبيق من قبل الزوج أم لا؟ طبعا الشروط يعني يجب الوفاء بها أي شرط بينه يعني أي شروط تكون بين اثنين أو أكثر يجب الوفاء بها باعتباره عقد حال حال أي عقد باعتباره شرط يجب باعتباره شرط الوفاء باعتباره شرط نعم لكن لو خالف الزوج أحد الشروط يعني مثلا لو شرطت المرأة لا يتزوج عليها لا يتزوج عليها ثم تزوج هنا يأثم لمخالفته الشرط لكن الزواج صحيح الزواج الثاني الزواج الثاني ما بيه مشكلة من ناحية الشرعية من ناحية الشرعية عند أكثر الفقهاء لكن هو يتحمل أثم عند أكثر الفقهاء نقض العقل لكنه يأثم لمخالفة الشرط وحقوقها هي وهناك من الفقهاء من يقول بأن الزواج الثاني باطل أيضا هذا الرأي موجود عن بعض الفقهاء لكن الرأي المشهور هو أن الزواج صحيح ويأثم لمخالفته الشرط زين بعد مخالفة الشرط هذا ما هي حقوق الزوجة إن خالفت أيضا هي شرط من شروط الزواج يعني مثلا منعته من حقه في الزوجية لا يحق لها أن تبنعه مو راح تقول لك هو أيضا خالف هذه حقوق زوجية يعني واجبة التنفيذ بمقتضى العقد الزواج نعم أما الشروط هي ليست من صميم العقد من صلب العقد ليست من صلب العقد وإنما هذه شروط إضافية يتفق عليها بين الزوجين في فرق بين الأمرين جيد في فرق هناك حقوق منها حقوق زوجية حقوق زوجية والشروط المتفق عليها شيء آخر شيء آخر نعم جيد سمعت الشيخ سائل يسأل إنه إذا كان الزوج معسر على زوجته في النفقة في بيته معسر على بيته رجل بخيل نعم ما يحب الإنفاق على عائلته ما يحب الإنفاق على زوجته نعم هل يحق للزوجة أن تأخذ أو تسرق بعض الأموال من جيب زوجها من دون علمه وتنفقها على نفسها وعلى أطفالها يجوز لها أن تأخذ ما تستحق من النفقة ما هي حدود التي تستحقها حسب المتعرف عليه يختلف من المجتمع الآخر حسب العرف الوضع في أي بلد يعني نحن نتحدث عن مجتمعات مختلفة النفقة أيضا مقدارها وتحديدها يرجع موضوع عرفي فيوخذ حسب ما متعارف عليه في ضمن المجتمع التي تعيش فيه فيجوز لها أن تأخذ من زوجها لا نقول أن تسرق لأن هذا حقها يجوز لها أن تأخذ بمقدار ما تستحق من جيب زوجها من دون علمه أكثر فقها قالوا بهذا الأمر بالجواز في هذا الشيء وأيضا أضيف إلى ذلك أن الزوج يجب عليها أن ينفق على زوجته وإن كانت الزوجة غنية وإن كانت تعمل لا تسقط النفقة عن الزوج ولو لم ينفق عليها لا يسقط حقها في النفقة مع تقادم السنين يعني تبقى في ذمة الزوج حتى لو بعد عشر سنين أو عشرين سنة تبقى متراكمة يبقى نعم إذا لم يعطيها ولم تأخذ الزوجة ما أنفق عليها ولا دينار إذا ما أنفق عليها ولا دينار ولا وفر لها متطلبات باعتبار هي موظفة باعتبار هي عندها أموال وتنفق على نفسها وهو فقط ينفق على العائل إذا كانت هي راضية يعني هي راضية تنفق من عندها برضاها وطيب يقلب وطيب ينفس كانت راضية وراء عشر سنوات الزوج عليها واختلفت وقالت لا أريد أن نفقت إذا كانت راضية خلاص بس الفترة التي لا ترضى فيها من الفترة التي لا ترضى التي لا ترضى فيها مثلا تطالب حقها في النفقة فيبقى في ذمة الزوج لا يسقط ويجب عليه تبقى ذمته مشغولة إلى أن يؤدي هذا الدين أحسنتم رأي المؤسسة الدينية في موضوع الإنفاق ما دمنا نتحدث عن النفقة نعم في هذا المجال الأسس والضوابط ضوابط النفقة نفقت الأب على أبناء إلى أي حد إلى أي سن عمري نعم هذا في جانب وفي جانب آخر في حالة أنه انفصل الأب والأم وكانت الأبناء يتبعون للأم بحكم العمر ما هي ضوابط النفقة في ذلك نعم هو يجب على الأب أن ينفق على أبنائه وعلى زوجته ما داموا غير قادرين أو غير يعني بالنسبة للأولاد بالنسبة طبعا للزوجة كما قلنا حتى إن كانت غنية يجب على الزوج بالنسبة للأولاد ما داموا لم يعملوا بعد وعند الأب القدرة على النفقة يجب عليه أن ينفق عليه واجبة واجب نعم ما داموا لم يعملوا أو هناك سن قانوني شرعي لا ما داموا هم في حاجة إلى يعني أنا ابني صار عمره 25 سنة نعم وما يرضى يشتغل نعم وقاعد بالبيت أخو ما رضى هذا موضوع ثاني ما توفرت للفرصة اللي هو مقتنع بيها أحيانا زماني واجب عليك أب أنه أنفق عليه لو واجب عليه لو واجب عليه أن يعمل في هذه الحالة في هذا الفرض في هذا الفرض لا الكلام إذا كان الأولاد صغار مثلا في السن أو لا زال يدوسوا في الجامعة مثلا والأب عنده قدرة أن ينفق عليهم هم أيضا مشتغلين بالجامعة وما يعملوا يعني يعملهم الدراسة الدراسة على الأب أن ينفق عليهم حتى لا ينحرفوا أو يسرقوا حدود النفقة النفقة كما قلت أمر عفي يعني يجب عليه أن يوفر المأكل والمشرب والمسكن والملبس هذه الحدود لكن طريقتها ونوعيتها يختلف باختلاف المجتمعات الشيخون الكريم الشيخون الفاضل أرجوك من أن نخليه للحدود العرفية قضية النفقة يعني مثلا المجتمع الذي نعيش به أنا أخذ نفسي كمثال أنه أنا أعيش بمجتمع مجتمع راقي بس أنا أمكاني تضعيفه يعني الأبني أنا مجبر والله أنه أصدقاء عندهم سيارات لازم أوفر له سيارة أنا أصدق لازم أوفر له هاتف نقال من الطراز الأول لا ليس به المعنى بنتي لازم أوديها مدرسة خاصة لأنه أقرانها بمدارس خاصة مهذا العرف لا مهذا العرف المقصود لا أحدد لي العرف شنو العرف هو ما تعرف أغلب الناس عليه أغلب الناس عليه أغلب المجتمع عليه والمقصود بالنفقة الجوانب الضروريات ضروريات لا يستطيع الإنسان أن يعيش بها أحسنته لا يستطيع أن يعيش الإنسان من دون أن يأكل أحسنته كان مسكن ملبس لا يستطيع أن يعيش من دون ملبس يعني فيه أشياء هذي جوهرية بالنسبة هو هذا اللي يريد نوصل له بالعرف نتكلم عن الكماليات نحن الكماليات لا يجب حتى على الزوج أن يوفرها لزوجته هذا أيضا من الاشتباهات اللي تصير في مجتمعنا نعم أن الزوجة مثلا تروح حفلة زواج كل بين فتنة تروح حفلة زواج وتريد من زوجها أن يأتي إليه بفستان جميل وجديد وغالي يتناسب مع الزواج ما مجبر هذا ليس واجب عليه ليس واجب على الزوج نعم أعطاها هذا تفضلا منهم وإن لم يعطيها فلم يفعل شيئا حراما لأنه ليس بواجب عليه جي ففي فرق بين الكماليات وبين الأشياء الضرورية والأساسية تحدث عن النفقة الأشياء الأساسية والضرورية نعم يستحب لرب الأسرة أن ينفق على أن يوسع على عائلته في النفقة وعندنا كثير من الروايات في هذا الجانب الوارد عن أهل البيت عليه وسلام في استحباب التوسعة على العيال والعلة شنه حتى لا يتمنوا لا يتمنوا موته لا يتمنوا موته لأنه أحيانا بعض لأباء لأباء عندهم أموال لكن بخيل أن ينفق على عائلته في الأولاد يتمنوا يموت يدعون عليه يأخذوا أمواله وينفقوها على أنفسهم صحيح هذا الجانب الجانب الآخر الذي سألته في حالة أنه كان الزوج منفصل عن زوجته نعم والأبناء يلحقون بالأم على بسبب بحكم العمر مثلا الضوابط الشرعية في النفقة هل ممكن أنه تكون فقط الضوابط القانونية القانون المدني يحكم مثلا في العراق نأخذ كمثال نفقة في المتوسط الغالب مئة ألف دينار شهريا لكل طفل أو لكل ولد بينهما ما هي الضوابط الشرعية في حدود النفقة في حالة الانفصال يعني المئة ألف يقول لك ما تكف الواجب الشرعي ما أن علاقة القانوني أن ينفق على أولاده بقدر سد حاجاتهم وتوفير متطلباتهم للمعيشية والحيات واجب علي أنه يوفر لهم مسكن المسكن إذا عند واجب عليه رجعت يم أهلها لا إذا هي أهلها خب بتعيش بالأول أطفال إذا فترة الحضانة الأطفال فترة الحضانة كانت عند الأم مثلا فترة هذا بتعيش يامها ما يجب عليه يعني من ناحية الشرعي ما يجب عليه أنه يوفر لأبناء مسكن يجب عليه أن يوفر لهم المأكلة والمشرب والمسكن المسكن لا لأنه أكثر الناس أساسا عمليا ما عندهم قدرة وممكن يوفر سكن إلى نفسه نعم لو كان عندهم إذا لم تكن عند الأم مسكن ما كان عندها مسكن إيه عليه أن يستأجر لهم مسكن أن يستأجر لأولاده يستأجر لأولاده مسكنا وفر لهم لكن في الغالب عادة الأم تدعى بيت أهلها والأولاد يكونون معها هذا هو الغالب لكن المشكلة مهنة المشكلة أنه كثير من الأزواج عندما ينفصلون عن زوجاتهم يهملون الأبناء لا ينفقون عليهم لا يراعون يقطعون حتى النفق أحسن يقطعون وهذا حرام لا يجوز لأن المسؤولية للإنفاق على الأبناء بعد الطلاق وفي أثناء الحياة الزوجية هو على الأب فالأب عليهم أن يتحمل هذه المسؤولية وأن لا يهمل أولاده وأن ينفق عليهم وأن يراعي شؤونهم وأن يتفقد أحوالهم طيب في هذه الحالة أيضا سن قانوني لانقطع النفق قانوني شرعي أقصر قانوني شرعي أم أيضا يستمر وجوب النفق على الأب لحين أنه تكون لديهم القدرة والاستطاعة على العمل لحين تكون عندهم قدرة على العمل طبعا يكون عندهم قدرة على العمل ويستطيعوا يستقلوا في هذه الحالة لا يجب على الأب أن ينفق على على أولاده أما ما دام غير قادي أو لا زال في مرحلة الدراسة كما هو للوضع يعني كما هو في حالة وجودهم يستمر للإنسان فيه يجب على الأب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده حتى يتمكنوا من العمل طيب بالنسبة بالنسبة لأولاد طبعا السؤال يتبادر إلى الأذهان ما هي الضوابط الشرعية بالنسبة للمرأة في تنفيذ أوامر الزوج يعني مثلا خروجها من المنزل ذهابها إلى ذويها أسرتها ذهابها إلى زميلاتها لنفرض أنه الرجل هل لديه الحجة الشرعية بأن يمنعها من الخروج بتاتا من المنزل أو لا يعني هو في القرآن الكريم معاشرهن بالمعروف ومن المعاشر بالمعروف أن يعني أن يحسن إلى زوجته وأن يسمح لها بالذهاب إلى عائلتها وإلى أهلها وإلى أرحامها هناك أيضا من يسعى إلى من زوجته أيضا من زيارة الأقارب هو هذا الذي أتحدث عنه نعم من زيارة الأقارب أو الأرحام طبعا إذا كان زيارة الأقارب فيه توفيت لحق الزوج المشهور بين الفقهان أنه لا يجوز أن تخرج إلا بإذن الزوج نعم لكن هذا الحق البعض يستخدمه استخدام تعسفي كيف يعني تعسفي يعني هو يتصور أنه ما دام أنه من حقه أن يمنع الفتاة يعني يتعسف أنه لا تروح بيت أهلكي وهذا فيه قط لصلة الرحم ولذلك بعض الفقهة قالوا أنه في هذه الحالة إذا كان المنع يسبب قطع الرحم قط صلة الرحم وأيضا ليس فيه توفيت لحق الزوج فيجوز لها أن تخرج أو ليس له من حق من الزوج ليس له حق المنع في هذه الحالة يعني ممكن أنه تكسر قراره لا لا نقول تقسر قراره نقول حافظة على القرار يعني العلاقة الزوجية لا يمكن أن تكون بطريقة كسر وطريقة النو كل واحد يفرض رعيه هو الرأي المشهور بين الفقهة أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا بذن زوجها إما فتوى أم احتياط يعني هذا الرأي المشهور بين الفقهة لكن كما قلت أنه يجب أن لا يستخدم هذا الحق بطريقة تعسفية وأن لا يمنح من زيارة أهلها لأن ذلك خلاف المعاشرة بالمعروف وأيضا يحق للمرأة أن تشترط ضمن العقد أن لا يمنحها مثلا من العمل الذهاب إلى العمل أو أن لا يمنحها من زيارة أقاربها فإذا وضعت هذا الشرط ليس من حق الزوج بعد ذلك أن يمنعها أها يعني بعد ما من حقها يمنعها حتى وأن منعها من حقها أنه إذا اشترطت عليه ووافق أثناء العقد يعني كان الزوجة نقض هذا الشرط بعد الزوج مسألة الشروط كثير من لا ينتبه لها سواء من قبل الزوجة أو الزوج الزوجة بإمكانها أن تشترط هذا الشرط أنه أنا من حق أن لا يحق للزوج أن يمنعني من زيارة أهلي مثلا إذا وافق الزوج على هذا الشرط ليس من حقه بعد ذلك أن يمنعها من حقها أنه تشترطها لأنه شرط عليه وما خالفت الشرط يعني من ناحية الشرعية من ناحية الشرعية ما عليها إثم نعم من ناحية الشرعية ما عليها إثم مدام اشترطت هذا الشرط يجب الوصف بالشرط ماذا تقول المؤسسة الدينية في ضرب الزوجة من قبل الزوج كثير من الزوجات يعني هذا من مفاهيم الخاطئة وإلا الغرب أو بعض الناس اللي عندهم يعني أساء أرادوا أن يشوهوا صورة الإسلام أن الإسلام يجيز ضرب المرأة ويهاندها وإلى آخره وهذا فيه تشويل الحقيقة نحن عندنا حالة واحدة يجوز للزوج أن يضرب زوجته وبعدها أيضا تدرج وهي حالة النشوز إذا المرأة نشزت عن زوجها ولم تعطيه حقه الشرعي عليها أولا أن يعيضها فإن لم تنتصح يهجرها في المطجع ثم تاتي الحالة الثالثة اللي هو الضرب لكن بأي معنى الضرب مو بمعنى أن يضربها بعصاة قوية أو ضرب مبرو ما يحدود هذا الضرب أحسن الضرب قال بعض الفقهاء بسواك سواك يعني لا يؤثر يعني هي قضية رمزية فقط من باب التأديب وليس من باب الإهانة أو الانتقام أو التشفي أو يعني احتقار المرأة بسواك وأيضا بشرط أن لا يكسر لها عظم ولا يسود أو يحمر لها جلدا جلدا أحسن بهذا المعنى يعني شيء بسيط جدا وفي حالة واحدة أما في الحالات الأخرى يعني مثلا لو ما طاعت في موضوع ما اتفقت إياه في قضية ثقافية أحيانا يصير خلاف حول قضايا ثقافية يصيرها زويل العشل فلان وما سوت العشل فلان إذن عندنا حالة واحدة فقط التي يجوز فيها الضرب هي حالة النشوز أما في غير هذه الحالات ليس من حق الزوج أن يضرب ويتحمل دية شرعية وعندنا أحسن يتحمل دية شرعية أيضا في حالة الضرب وأيضا عندنا روايات تنهى تنهى الزوج أن يضرب إلى زوجته من اتخذ في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله من اتخذ زوجة فليكرمها وأيضا هناك حديث كثيرة تنهى عن الضرب يعني لما يقول يجوز يضربها أيضا مو معنى يجب يضربها هذا مجرد الجواز هو من باب أن يعطي الزوج حق استخدام هذه الحق إن أراد من باب التأديم حتى الزوجة تعود إلى بيت الطاعة الزوجية طيب الله أنفاسك سماعت الشيخ شيخنا بقرب انتهاء حلقة هذا الأسبوع وبكلمات أخيرة بماذا تنصح المتزوجين الجدد في تكوين علاقة زوجية صالحة نصح بعدة أمور أول شيء القراءة في كتب الحياة الزوجية يكون عنده ثقافة زوجية جيدة الأمر الثاني ياخد دورات في الإرشاد الأسري والزواجي الأمر الثالث يعني يحاول كل طرف يتفهم الطرف الآخر لأنه أحيانا كثير من المشاكل الزوجية نازجة من عدم التفاهم الزوج لا يفهم على زوجته والزوجة لا تفهم زوجها فتحدث المشاكل تفاهم والأمر الأخير الثقة بين الزوجين أن يثق الزوج بزوجته وأن تثق الزوجة بزوجها لأن الثقة تقوي الحالة الزوجية وأن لا تكون هناك حال يعني للشكوك والضنون مدخل في إفساد الحياة الزوجية جيد هل تنصح الشباب في إطالة فترة الخطبة وعقد القران ومن ثم الزواج في إطالة هذه الفترة للتعرف على شخصية الآخر يعني هو عمليا الآن الناس قاعدين يتأخروا لكن التأخر الطويل قد يكون مضر التأخر البسيط يعني مثل عدة أشهر تأخر نسبي نسبي عدة أشهر قد يكون مفيد من باب التعارف والأكثر على كل طرف يتعرف على الآخر يشوفوا إذا كانوا يتناسبوا يبعض أكثر لو لا يعني يمكن يرسموا لحياتهم لأنه أحيانا يكون الانفصال في الحالة فترة الخطوبة أسهل من حالة بعد الزواج وينجاب الأطفال أحسنتم طيب الله أنفاسكم سماحت الشيخ حقيقة الحديث في معترك الحياة الزوجية ذو شجون وفيه تفاصيل عدة وهذه اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع يراد له أن يكون مجتمع ناضج مجتمع واعي مبني على أسس حقيقية إسلامية يجب أن نخوض في هذا المعترك وفي هذا البحر وهو بحر تأسيس الحياة الزوجية الناجحة كان حديثا شيقا مع جنابك الكريم سماحة الشيخ الدكتور عبدالله اليوسف الباحث والمؤلف الاجتماعي شكرا جزيلا لك وطول البال معي في هذا الموضوع شكرا مرة أخرى وشكر موصول لكم نشكركم أيضا نشكر المشاهدين الكرام الله سلمكم وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وفي موضوع جديد وشيق آخر إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا